بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحب أجمعين أما بعد فنتابع في كتاب الصيام لفضيلة شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه في صلاة عيد الفطر دليلها وفضلها بالصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وروى الطبراني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا أغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فإذا صلوا أي صلاة العيد نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة حكمها وبيان تكبير الزوائد فيها صلاة العيد واجبة عند الإمام الحنفي وسنة عند الإمام الشافعي وهي ركعتان بست تكبيرات زوائد عند الحنفي ثلاث في الركعة الأولى بعد الثناء قبل القراءة وثلاث في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع وعند الشافعي سبع تكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة وخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة أيضا والحمد لله رب العالمين